هناك كتاب ألفه مجموعة من علماء الغرب وهذا الكتاب هو الإمام الصادق كما عرفه علماء الغرب ينقل هؤلاء العلماء عن الإمام الصادق أولا تخطئت نظرية بطلي موس في كيفية حركة الشمس مع أن هذه النظرية كانت حاكمة على الدنيا خمسمية وستين عام إلى عهد الإمام الصادق في صفحة أربعة وتسعين من هذا الكتاب ثانيا تخطئت نظرية العناصر الأربعة التي كانت حاكمة على الكرة الأرضية ألف عام الإمام الصادق خطأ هذه النظرية راجع الكتاب صفحة 121 ثالثا يقول في صفحة 126 الحقيقة التاريخية أن جعفر الصادق هو أول من اهتدى إلى اكتشاف الأكسيجين ويقول في صفحة 127 إذن فقد كان سابقا بألف سنة على فلان وفلان يسمي أسماءهم في اكتشاف الأكسيجين صفحة 127 في صفحة 271 يتحدث حول نسبية الزمن عند الإمام الصادق هذه النظرية التي تنسب إلى أنشتاين 384 في هذه الصفحة يقول للإمام الصادق نظرية باهرة تتعلق بحركة الأجسام وأداها أن لكل شيء حركة وإذا كان هذا الرأي غير معقول في أيام الإمام الصادق فهو قد أصبح اليوم حقيقة علمية مقر ومن هذه النماذج في هذا الكتاب كثير هذا جانب من البعد العلمي في حياة الإمام الصادق ترجمة نانسي قنقر